نحن في وطننا العربي نقعد نتناقش ونتجادل مع زمايالنا فأي موضوع سوء الديني سياسي اي حاجة بيبقى نقطة الجلال احنا نتناقش مثلا لو قدامك قاعد بيتكلم انت جوه دماغك قاعد بتفكر ازاي ترد عليه وازاي تفهمه انت منش قاعد بتسمعه ودي في رأيه اسوأ ما فينا كعرب ودي اسوأ صفة انا شفتها من تجربتي ومن خبرتي ومن تعامل سواء في الدول العربية ومصر او هنا في استراليا مش معنى كده ان انا بعمم في فرق اما اقولك ان دي تجربتي وفي فرق انا اقولك ان ده تعميم طبعا انا عارف ان انا بتكلم في نقطة معينة وللاسف هلقي بعض الناس بتعمل نفس المشكلة مش هسمعني للاخر واول نقطة هتبدأ دماغه تشتغل فيها انه قاال يبدأ التجادل انا هاد يود ناشة ف하면서 схزة يعني هو عايز يجادل له عايز تخاني هو هو ميش عايز يسمع ميش عايز يفهم ده اللي بتعلمته من القناة دي ده اللي بتعلمته من اليوتيوب ميضمن تعامل ل ramazz ومع الناس كيطير هه لم يسمعوش هو مش عايز يسمعك هو مش عايز يقعد ويتناقش ويتجادل علشان يوصل هو الحقيقه هو مش دل collectors وهو عايز ينتصر وهذه المصيبة النقمة اللي احنا عشينا فيها في دولنا احنا ما عندناش استعداد ان احنا نتقبل الرأي التاني او ان احنا نعترف ان ممكن الفكرة اللي كانت في دماغي اساسا غلط وديه المصيبة اللي انا شفتها في حين انا هتعاملي مع الاسترال في منتنقشات كتير جدا مثلا معهم الاقي مثلا كذا واحد طبعا زي ما قلت انا مش بعمم بس ده اللي انا شفته دي تجربتي فانا بحكيها لك ان انت بتبقى بتتناقش معهم تصدق يقول لي ايه تصدق معك حق انت انا عمي مفكرت فيها بالاسلوب ده او بالشكل ده والسبب انه هو سمعك انما احنا عندنا كيلة استماع مش طبعية افتكر السبب فيها الاكبر هو اسلوب تدرسنا للطلبة وعايز اقولك ان انا بتكلم كده وانا كان عندي نفس المشكلة بس الفكرة ان انا لاحظتها ان انا بحاول اتغير ان انا بحاول ان افكر فيها وحاول ان انا اتحسن واتعدل بحيس ان انا عارف اتعامل مع الناس اللي انا عايش وصياه النهاردة كلامنا ممكن تقدر تعيش به في الغبل اللي احنا عايشين فيها في بلادنا اللي هو مش مسموح لك اساسا انك تعترض علي انك مقرد اعتراضك على افكاري بتبدأ توصل لفكرة التخوين والتكفير وللاسف الموضوع بيتاخد لاتجاه اتجاه سيئ جدا 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 فافعل علينا فكرة ان انت تعترض او تفكر او ان انت تحاول انك تقول فكرة جديدة خالص وده اللي انا بحاول ان انا اوضحه وده النقطة المهمة قوي قوي يا جماعة ليه بقى؟ لان الفكرة باختصار جدا هي موضوع اللي هو الدروس الخصية وزي ما انا نبهت عليها قبل كده انت متعود عرفات طويلة جدا ان انت بتتلقن بتتلقن المعلومة ما بتحاول ان انت تسمع بتحاول انك تحفظ عايز تخش تبالبع المعلومة اللي عندك بتحطها وبتمشي فانت من صغرك انت مش متعود اساسا ان انت يكون الاسماء عندك قوي على قد ما يكون عندك الحفظ قوي انك حافظ الكلام وبتعرف تعيده زي زي البغبغان مفيش اي فرق عايز اقول لك ان المنهج الدراسي وكلامت انا شفت لان انا زوجتي كانت مدرسة انجليزية في الشرق الاوسط في الدول الخليج فهي كانت بتدرس منهج انجليزي فالمنهج الانجليزي اللي كانت بتدرسه منهج مختلف تماما عن المناهج المصرية واسلوب المصري فكان بيبقى عندها طلبة مصريين فكان يجي المصري اللي هو الاب او الام المصرية بالذات طبعا الابن مع اسلوب المنهج الدراسي الانجليزي هو نظام كله تشغيل مؤخر المنهج عندنا في مصر الدين المعلومة وحفظها وحطها زي ما هي فانتفاهم النظام فرق شاسع فطبعا الطفل المصري بيفشل او مش تعاود ع الكلام ده هو عايز يعمم الدين الخلاصة الدين التفاهم لخاص للمنهج كله فاربعة ورقات عارفين كلنا تربينا ع الكلام الخاردة ماشي فبيجي طبعا الطفلة بيفشل ما يقدرش يجي الاب والام بدلا ما يحاولوا ينظفوا مخ الولى ويبدأ ان يشغل الكرومبل فوق دي بيبدأ يتخنقوا مع المدرسين يلعب منك يعني انا بوريك قد ايه العقلية اللي احنا متوبيين عليها وترجع تقول عايزين نصلح التعليم مشكلتنا ومشكلة بلادنا هو التعليم ودي دي دي حقيقة ليه ليه ثورت 25 يناير فشلت فشل ثورت 25 هنا ايه وزي ما قلت ما متكلمش سياسة ام هو ان انت عندك ملايين من المصريين جهلة والجهل هنا مش معناش شهادة عليا عشان فيه ناس كتير مش قادروا تفهم الموضوع ده الجهل عندنا مش مجرد انك حصلت على شهادة عليا انت كده مش جاهل انت بالعكس يعني انت ممكن تكون انسان جاهل ومعك كل الشهادات اللي في الدنيا احنا للأسف الشديد جدا دكاته يا مهندسين بس فيه جهل جهل بحاجات كتير جدا جهل في سلوب التعامل والتناقش ومواجهة المشاكل يعني انا مهما اعدت وتكلمت مش هقول لك هو ايه اساليب الجهل اللي احنا فيه لما تروح النهاردة تتكلم مع شاب في السيناوية العامة مش شعب ايه بتاعه محصلته من التعليم اللي اخده ده ممكن اكونوا باعدادي هنا مثلا يعني انت بتتكلم مع فرق ايه شاسع بين اتنين ترابه باسلوب مختلف تماما القصة باختصار يا جماعة اسمعوا بعض يعني نحاول نسمع بعض حاول عندنا هنا في استراليا فيه مثلا انه بيقول لك ايه مش مثلا يعني احنا بنقول لها يعني هو هزا من عنده عضو زكري اكبر الموضوع مش مجرد ان انت بتحاول نشوف خناقة من اللي بتاعه اكبر الاهم منه انك توصل للحقيقة انك توصل لمعلومة جديدة انك توصل للصح مش مجرد انك توصل انك توصل ان انت تنتصر في النقاش وعايز اقولك ان ده في رأيي الشخص من اهم المصايب والنقامات اللي موجودة في وطننا العربي اللي وصلتنا النهاردة ان كل اوطننا العربية منحدرة بغض النظر حتى الخليج والخليج ده عام زي اللي اللي فاز بتذكرة الينصيب ماشي الفلوس اللي اللي عنده دي وقعد بيستمتع بيها ما احترام ليهم ربنا يبقى ويكلوا فيها بس هو ما اشتغلش اليوم اللي يوم الفلوس دي يوم الفلوس اللي ينصيب او تذكرة الجاكبوت تخلص منه انه هو يقدر انه هو يكمل عايش في نفس المستوى ودي المصيبة اللي احنا فيها فكلنا كلنا للاسف عندنا المشكلة دي وبلدنا فيها حروب وانتهينا للأسف شديد جدا باننا كلنا بندور على ازاي طريقة الخروج فأنا أنا عارف ان في ناس كتير هتيجي طبعا حيسمع اول دقيقة والفيديو اللي حيفشل ده اللي انا تعلمتهم من القناة في بعضوكم ناس كويسة وناس بتسمع وناس بتاعب تتناقش. بس للأسف الاغلالية هو ما عندهش هو مش جاي يتناقش هو جاي ينتصر. فانت لو جاي تنتصر يا ابني فما براحدة كيكتب اللي انت عايزه. انا مش 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 هضيع طاقتي ووقتي في ان انا حاول انتصر في نقاش مع واحد عنده كرمبة فوق بدل ما هي يعني انت فهم احنا كان عندي مدرس عربي يقول لنا اين? الله ما اصيب الخير انا قلتها كزا مرة وبحب بعيدها يعني. كان يبص الودي الغرابي كده يقول انت طيز بسنان. عايفي يعني ايه طيز بسنان? طيز طلع لها سنان. ففي في بشر حوالينا كتير بيبقوا طياز بسنان. فانت باختيارك عايز تبقى طيز بسنان خليك طيز بسنان. عايز تبقى انسان محترم بتاعف تتناقش وتاعف تاخد وتدي في الكلام. ويكون دايما في كل نقاش بتدخله تكون عامل في حساب حساب كده خمسين في المية انك ممكن تكون اساسا غلط. يعني في احتمال كبير جدا انك تكون غلط. علشان كده دايما حاول انك ما تكونش بتهاجم وحاول انك تسمع تكون محترم كده يعني تعلم. بالذات انا بكلم طبعا الناس كتير اللي هم عنوين يجوا هنا ان شاء الله. اه او بيطوروا على طرق الهجرة. افتكر دي من اهم الحاجات انك محتاج تفكر فيها كويس قوي. وانك تحاول انك فيها تتغير ان شاء الله. شكرا اشتركوا في القناة